اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نتمنى إن شاء الله تكونوا لكم في أحسن حال رجعت لكم اليوم في فيديوه جديد اليوم إن شاء الله بش نحضروا مبعضنا نوع من أنوع الحلوية التونسية التقليدية لبنينة برشا من الوصفات الاقتصادية سهلة مهلة في طريقة تحضيرها ونستهلكوها بكثرة في شهر رمضان وصفتنا لليوم هي وذنين القاضي وإلا الدبلة تو تشوفوا طريقة تحضيرها قدش سهلة بش نشارك معاكم تلثة طرق بش نستعملوا عود شجرة بش نستعملوا الفخشيت وبش نستعملوا سيركل إينوكس من بعد انتو ما تشوفوا أنهي الطريقة لتساعدكم وتستعملوها بقدرة ربي بعد ما تشوفوا الفيديو هذية تنجحوا فيها من أول مرة بش نحضروا كمية قليلة بش نخدموا ببيضة واحدة بش يكيكا لكلكم تتشجعوا وتجربوا الوصفة هذية إن شاء الله هالفيديو يفيدكم ويقدم لكم الإضافة وإذا كان عندكم أي مليحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إينيل وطوى نتعديو بش نشوفوا مبعضنا المكونات وطريقة التحضير وطوى بش نبديو باسم الله لأني أخذت صحفة حتيت فيها بيضة من الحجم المتوسط بش نضيف عليها ملعقة متع قهوة من السكر ذرة صغيرة من الملح وعندي روح العطرشية تكون على شكل زيد هذه هي الدبوزة بش نحط منها قطرات أنتو ما استعملوا أي نكهة تحبوها تنجموا تحطوا كيس من الفانيليا تنجموا تستعملوا شوية ماء ورد شوية ماء زهر شوية ماء عطرشية على حسب الرغبة متاعكم وبش نضيف ملعقة متع قهوة من الزيت النباتي وبش ناخذ توا ملعقة بش نخلط المكونات هذوما نصف دقيقة تقريبا يتجنسوا شوية مبعضهم ونرجعوا بش نكملوا بقية المكونات كمان نتو خلطنا المكونات مليح بش نبدو نضيف فيه كمية من الفارينة نحطوا بش شوية ونلموا العجينة متاعنا ماناش بش نعجنوها جملة اللموها لمين بش نستعمل خمسة ملاعق متاع هكلمين الفارينة وعينكم ميزانكم تحطوا بش شوية وتشوفوا لهنا في لول حتيت أربعة ملاعق لميت العجينة لقيتها نقصة شوية كملت لها الملعقة الخامسة تتحصلوا على العجينة متماسكة مهيش يبسة برشة ومهيش عجينة تتلسق بش نزيد توا ملعقة خامسة ونكمل اللم العجينة من غير ما نعجنوها كملنا لمينا العجينة متاعنا نحطوها في كيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح أقل لشي ساعة وتنجموا تحضروها الصباح وتخدموها العشية وتنجموا زيدة تخدموها حتى قبل بنهار وتحتفظوا بها في الثلاجة لهنا بش نحضروا الشحور اللي بش نعصلوا بيه وإذنين القاضي اخذي التنجرة حتيت فيها ميتين جرام سكر بش نصبوا عليهم ميت ميليليتر من الماء بش نضيفوا ذرة من الملح زوز مليعة قمتاقة هو من عصير القارس وبش نكمل بقطارات من روح العطرشية تنجموا تستعملوا روح الورد وإن روح الزهر وبش نحطوا الشحور متاعنا يطيب على النار من وقت اللي يغلي نحسبوا 10 دقائق ونطفيوا عليه يكون عنا حاضر إذا كان بش تعملوا كمية كبيرة الوقت متعطتهي ولي أطول لكننا لهنا حضرت كمية قليلة دوب العجينة اللي خدمناها لهنا تورجعنا للعجينة متاعنا بش نبدأ ونحلوها بالنسبة لي اينا خليطها ارتاحت 3 ساعات وانتوموا على حسب الوقت اللي بش تحضروها فيه بش نستحقوا كمية من شيء اللي هو الميزينة أو دقيق الزورة ولازم تخدموا بين شيء في الوصفة هذية مايمكنش انكم تعاوضوا بالفارينة لازم تستعملوا شيء بش نبدأ تو نحل العجينة لازم نتحصلوا عليها رقيقة على الأخر تو تشوفوا من بعد الكبر متاع العجينة كيفش بش يولي كل مرة تقلبوها وترشوا شويان شيء بش يساعدكم في عملية الحلين حتى لين توصلوا للسمك اللي حاجتكم بيه في نفس الوقت راني حتيت الزيت يسخن على النار وانا قاعد نحل في العجينة هذية هي تو العجينة متاعنا كملنا حلينيها تو بش نقطعوها شراءة بالطول انتم تتحكموا في الحجم متاع الكعبيت تقطعوهم كبار وإلا صغار العرض هو اللي يتحكم في الكبر متاع الكعبة بش نبدأوا توى في عملية التهي تستعملوا كمية بيهية متاع زيد ماذا بيكم تخدموا في كسارونة صغيرة بش نطيبوا بالكعبة بالكعبة بش نبدأوا توى بالطريقة متاعودوا الشجرة هذية عود شجرة جبتوا من برة اخصلتوا ونظفتوا بش نستعملوا ناخذوا توى كالشريط اللي حذرناه ندهنوه بشوية ما دوب الليش في الحرف متاعه ونلفوا عليه هكالعود واضحة العملية من غير حتى ما نتكلم هيكا واضحة كيفاش نستعملوه وبش نبدأوا توى نغطسوا العود في وسط الزيت الزيت يكون سخون والنار قليلا على الأخر ماذا بيكم تستعملوا أصغر كانون عندكم ونبدأوا نلفوا في نفس الوقت وحنا نحركوا سهلة راهي الطريقة ما فيها حتى شي تلفوا وتحركوا كيف نكملو الشريط الكل؟ نوقفوها مع الحرف متاع الكسارونا ونحاولو نشدوها شوية بش تاخذك الشكل المزيان بش نحركوا توى كل عود متاع الشجرة شوية في وسطها بش نخرجوه ونقلبو الكعبة متاعنا مباشرة عيكا حمارة من اللوتة تكملو الطيبة على الجهة الثانية نستقطروها من الزيت وهذي هي عنا حاضرة سهلة كيف ما شفتوا ما فيها حتى شي بش نشوفوا توى الطريقة الثانية بش نستعملو الفرشيتة دخلوها بين السنين متاحة وتدورو شريط متاع العجينة تهبتوه في الزيت وتبدأوا تلفوا بشوية بشوية نفس الطريقة كيف مخدمنا بعود الشجرة هذي هي توى الكعبة الثانية حضرت الشكل متاحة زيدة حتى هي يجي مزيين نستقطروها من الزيت نحطوها على جنب ونتعديو بش نشوفوا الطريقة الثالثة بش نستعملو السيركل هذي يا اينوكس نحطوه في وسط الزيت سبق وشوفتوا معايا الطريقة هذي في فيديو سابق وبش ناخذو توى الشريط متاعنا نحطوه في الفرشيتة ونبدأو ندورو في العجينة متاعنا بنفس الطريقة كما عملنا في اللون فقط المرة هذي كالسيركل تساعدنا في عملية التشكيل في سع في سع ما تتشكل معاكم الكعبة هذو ما هوم ثلاثة ورق ساهلين مهلين انتو ما اختاروا أناهي الطريقة اللي تساعدكم واخدموا بها في سع ما تقلبوها على الجهة الثانية نفس الشيطة ونستقطروها مليح مزيد نكمل نطيبهم الكل وبش نتعديو نعصلوهم باش نبديو توى نعصلوهم هذي الشحور اللي طيبناه الشحور توى دافي مهوش سخون برشا نصبو عليهم بالشكل هذي عصلو بالكعبة بالكعبة وسيسو عليهم على خطر فيسا ما يتكسرو من بعد كل الكعبة تعصلوها حاولوا استقطروها شوية بفرشيتة وتحطوها في سحيا حتى لين نكملوا الكمية لكل هذو ما هومة توى لكعي بيت الكل كملت عصلتهم باش نزيد الرشة عليهم شوية جلجلين يجيوا مزيانين بنين برشا هشوشين يذوبوا في الفم قد ما قولكم بنين ما نجمش نصف لكم نودكم ومن شهيكم جربوا الطريقة هذية وبقدرة ربي ترحموا لي على والدي ان شاء الله الفيديو فيدكم وقدم لكم الاضافة اذا كان عندكم اي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي اينيل نتقابلوا في وصفات اخرين واخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافية له ولا مؤوي ان شاء الله ربي دوم علينا وعليكم النعمة وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته